فإذن الآن نريد عرض هذا صفحة الستريب الواحدة بمعنى آخر نريد ذهب إلى نقطة ABI مثلا ثلاثة ونعرض هذه البيانات هنا لكن هنا في Next.js فكيف ذلك؟ فإذن بكل بساطة سنذهب إلى الكود الخاص بنا وسنقوم بإنشاء الصفحة الجديدة هنا بالPages هذه الصفحة سيكون اسمها ID فكيف ذلك؟ بكل بساطة مبتئيا أنا سأقوم بنسخ صفحة وستسميها ضمن أقواس مربعة فإذن الآن مرة أخرى سأريكم الأمر فإذن هذا هو فإذن الآن سنرث الشجرة فلاحظوا فيها ID هذه الـ ID الآن هي التي أريد حاليا أن أقوم بتعديلها حتى تظهر هنا فإذن بكل بساطة الآن سنذهب إلى Beiges ID إذن نحن الآن بصفحة الـ Slug الواحدة فإذن لاحظوا الآن هذا لأن نقوم بالنسخ لدينا Get All لكن نحن نريد أن نقوم بجلب نقطة أخرى اسمها Get One وGet One هي نفسها هذا لكن Get One وهنا لاحظوا يجب أن يكون لدينا ID طيب من أين نجلب هذا الـ ID؟ من أين نجلبه؟ فإذن هذا هو السؤال فإذن بكل بساطة سأحول هذه الـ Get One حتى تكون هي عبارة عن function بهذا الشكل فإذا أردت فعليا أن أقوم بجلب الـ ID واحد فسأقوم بـ Get One وأقعطيها واحد فإذن بهذا الشكل الآن لدينا Get One فبكل بساطة هنا بـ Fetch سأكتب هنا Get One والـ ID هنا طيب من أين أجلب الـ ID من هنا؟ يمكن أن أجلب بكل بساطة من الـ Context الذي يمكن أن يمرر لـ Get Server Site Props فإذن هنا يمكن أن أكتب هنا الـ ID يساوي الـ Context-query عفواً .query.id فكيف أعرف هذا؟ بكل بساطة يمكن أن أكتب هنا console.load context context.query وهذا سأحذفها ومبدئياً سأقوم بتمرير ID واحد مثلاً أو ID ثلاثة مبدئياً فحتى نرى ما هو الـ Context كيف يكون هنا؟ لاحظوا بمجرد أنني قم بالتحديث لهذه الصفحة سأجد أن هنا بـ Next.js Server عفواً Next.js Server هنا يفترض أن يعطيني الـ Context أنا طلبت ID رقم 2 فيفترض أن يعطيني رقم 2 فإذن أين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ أذن هذا هو فإذن قام بإعطاء ID 2 فإذن context.query تعطيني الكويري الذي يتم طلبه هنا فمثلاً إذا أردت الـ ID فسأحصل على اثنين لماذا اسمه الـ ID؟ لأن بكل بساطة الصفحة التي أنا قمت بتسميتها هناك بين square brackets كتبت ID لو كتبت slug سيكون الكويري هنا اسمه slug وليس اسمه ID واضح؟ فإذن الآن من هنا يمكن أن نكمل الطلب ونكمل الكود فإذن هنا حصلنا على الـ ID من الـ Context الآن أيضاً حصلنا على response get one ID وحصلنا على الـ data فإذن ما هي هذه الـ data؟ إذن console.log data فإذن الـ data لاحظوا الـ data هي عبارة عن new recipe كذا وهذه المعلومات فإذن هذه الـ data فإذن الـ data هي الـ ID هي عبارة عن object وـ ID وattributes فنفس الشيء الذي قم به بالمرة السابقة سأقوم بإنشاء هنا سأقوم بمعالجة هذه الـ data سأكتب الـ recipe هي عبارة عن object سيكون فيها ID والـ ID هي عبارة عن data.id وبالنسبة للـ attributes الباقية سأمررها بذن data attribute وهنا بكل بساطة أنا سأقوم بكتابة هنا الـ recipe سأمررها وسأذهب للأعلى والـ title هنا سيكون بداية من الـ props سنجلب recipe واحدة والـ title هنا سيكون هو عبارة عن recipe عبارة عن recipe dot title فإذن هذا هو الـ title أما recipe container لن يكون لدينا recipe container يمكن أن يكون هنا لدينا بهذا الشكل recipe description يمكن أن نجلب steps مثلا نكتب هنا steps ويمكن أن نجلب ونكتب وغيرها من المعلومات فإذن هنا لا يوجد لن نستخدم الـ component فإذن جيد فإذن الآن لو عدنا إلى هنا ولاحظوا ستظهر لنا المعلومات أيضا سيظهر لنا هنا لاحظوا لدينا id اثنين طب ماذا لو كتبت id مثلا هكذا سيحدث لدينا خطأ لماذا؟ لنعود لماذا سيحدث هذا إذن بكل بساطة الخطأ هنا لأن الـ data هنا ليست معرفة لم تأتني data لأنه لا يوجد ID لا يوجد data بهذا الاسم وبتالي الـ data undefined فماذا أفعل بهذه الحالة؟ بكل بساطة يمكن أن أكتب if statement أكتب فيها إذا كانت الـ data غير معرفة فبكل بساطة قم بـ return not found true وهذا الشيء سيجعل Next.js طارد لك صفحة 404 الـ الـ الافتراضية هذا وإذا أردت أن أقوم بتخصيص هذه الصفحة يمكن ذلك يمكن أن أنشئ بمجلد الـ pages صفحة عفوا أنشئ بمجلد الـ pages صفحة اسمها 404.js وهنا export default function 404 و return و def sorry نكتب sorry page not found يمكن أن تخصصها أن تقوم بـ styling لها إلى آخرين فإذا ما المشكلة بـ 404 يجب أن نكتب page 404 جيد فإذا أنا أعتقد هذا جيد فإذا الآن مرة أخرى لقوم بالتحديد ستظهر لاحظوا sorry page not found هذا الصفحة المخصصة التي أنا قمت بإنشائها الآن فإذا الآن نعود إلى الموضوعنا فإذا ذهبت إلى ثلاثة مثلا سيعرض لي معلومات الوصفة رقم ثلاثة لاحظوا بالـ ingredients والـ steps الذي تابع السترابي هي عبارة عن rich text يعني فيها HTML فلكن لم تظهر هنا لا تظهر الـ HTML لأنه لم أسمح لها بالظهور هذه النقطة يجب أن نتعامل معها خلال بنائنا لهذا المشروع فسنبطيها ببالنا ونتعامل معها لاحقا فممتاز فإذا الآن أصبح لدينا getAllRecipe وgetOneRecipe الآن أريد أن أقوم بشيء فقط لأغراض تنظيمية سأذهب لصفحة الـ API هنا وأريد أن أقوم بضافة constant اسمه وضع فيه الـ URL الأساسي لهذا حيث يمكن تغييره بشكل يمكن تغييره بشكل أوتوماتيكي أو ليس أوتوماتيكي حيث يمكن أن أغيره بشكل سريع إذا أرد تغييره فهنا سأقوم ببدلا من هذا أن أكتبها في كل مرة وسأكتب طبعا هذا أيضا له علاقة بمبدأ الذي يقول لا تكرر نفسك وهذا الشيء الذي أقوم به أنا دائما أكرر نفسي صحيح فلا مشكلة فإذا هذا هو الـ URL لا تكرر نفسك أنا قمت بكتابة هذا الـ URL أكثر من مرة فلماذا؟ أكتبه مرة واحدة وأضيف variable بهذا الشكل أو constant بحالتنا فإذا الآن الشيء الذي أريد أن أقوم به أعتقد قبل نهاية هذا القسم والشيء التالي هو أن هنا إذا أردت مثلا أن أضيف وصفة جديدة فأريد أن أضيف هنا controls نوع من controls أكتب مثلا هنا add وصفة جديدة يذهب لصفحة إضافة الوصفة وأيضا عندما يذهب إلى صفحة الوصفة الواحدة أريد أن يعود إلى صفحة الوصفات فكيف ذلك؟ فبكل بساطة سأقول لك كل شيء ننظر للمشروع مجددا حتى نكون على مسافة واحدة فإذا هذا هو المشروع فإذا بالcomponents هنا أنا أريد أن أضيف component جديدة سأسميها controls أوكي؟ فإذا لنقوم بذلك إذا سنذهب إلى components و controls سننشأ function export default function controls أو ليس default لا أريد default فإذا function عادي سأقوم بتسمية هذا general controls وبالgeneral controls هي عبارة عن function سنعيد controls و بداخل هذه الكنترول سنضيف a tag سيكون بداية يذهب لصفحة رئيسية والتي هي all recipes وأيضا تاغ آخر سيذهب لصفحة add recipe هذا سننشئها add recipe أو add single recipe أو add one أو add new مثلا هنا سنضيف class name سنضيف classes مثلا button info وأيضا هنا نفس الشيء class name وأضيف هذه اللي classes و فقط فإذا هذه هي general control يمكن ب next.js أن نضيف style هنا اسمها style sculpt يعني فقط لهذا المكان لهذا المكان سيتم إضافة هذا ال style فنضيفه بهذه الطريقة فمثلا شكل سريع سأضيف لها background مثلا لكن دعونا نذهب لصفحة single recipe ما رأيكم نذهب لصفحة single recipe هل توافقون فإذا نذهب لصفحة single recipe ومن هنا أريد أن أجلب general control general controls وهي موجودة بال components controls وهنا بأدنى بأدنى سأضيف general controls بهذا الشكل فإذا الآن لو ذهبت إلى صفحة هنا ها هي لاحظوا ها هي هنا موجودة فيمكنكم أن تنظروا إليها طبعا بالأعلى الآن سططها لكن أنا لماذا جئت إلى هنا حتى أريكم الشكل الخاص بها فيمكن أن أضيفها هنا في الأدنى حتى تروها مبدئيا وأنا أقوم بالتغييرات فإذا ها هي في الأسفل ها هي هنا فإذا الآن سنضيف لها أيضا margin one rim نوسطها يعني ونعطيها max width 80% ونعطي بعض من border radius 10 pixel و text align center جيد فإذا ها هي controls لاحظوا توسطت الشاشة ممتاز الآن بخصوص الأزرار فإذا البطن فكلها سنجعل text integration لها none و display inline block حتى تأخذ صفات block وصفات inline margin سنضيف rim لها بعدنا margin سأضيف badding fold top bottom وعلى الجوانب وأيضا border radius ونجعل خط عريض بعض من الخط العريض font weight fold و color white مبتائيا فإذا نلاحظوا الآن ستظهر طبعا color white لن تظهر إلا الآن سأضيف آآ لون لهذا button background ستكون green الآن سيظهر طبعا أنا كتبت هنا خط هكذا الآن ستظهر وأيضا آآ سنضيف نفسها ل info التي عبارة عن light blue و color سيكون عبارة عن أسود كاتم إذا جيد فإذا الآن ها هي فإذا الآن أصبح لدينا general control فإذا لدينا add recipe و all recipes فإذا ذهبنا إلى هنا all recipes ستظهر لنا آآ هنا آآ فإذا نلاحظوا أيضا آآ أريد أن أضيف هذه general control أيضا ل طبعا أريد أيضا أن أضيفها سأمسحها من النهاية هنا أريد أيضا أن أضيفها لصفحة ال index الأساسية فإذا page index آآ فإذا سأجلب controls هنا وأضعها هنا ما رأيكم وهذه هي component فإذا الآن لو ذهبت لل home page فإذا home page أيضا all recipes و add recipes يجب أن يكون فقط هناك زر واحد اسمه all recipes add recipes وليس all recipes لأن نحن في صفحة all recipes فيمكن أن نعدل على component controller controls هنا ونضيف لها props وبهذه ال props سنكتب سنأخذ منها show all وأيضا show add من props وهنا هنا سنكتب التالي إذا كان show all فنريد فعليا show all أما في حالة show add فنريد فعليا show up جيد الآن نذهب إلى ال index هنا وعندما استدعينا general controls نضيف show add أو show all نضيف لها false وأيضا هنا بال controls component controls فبالنسبة لل show all سنعطيها قيمة true افتراضية وأيضا بال show add سنعطيها قيمة true افتراضية يعني مشكل افتراضي سيتم عرض الاثنين لكن بال index نحن قلنا أن show all لا أريد عرضي لأن نحن في صفحة ال index فإذا هنا add recipe إذا ذهبنا إلى هنا أيضا ستظهر لنا add recipe و all recipe صفحة add recipe لم نقوم بإنشائها بعد سيقول لنا page now فإذا الآن نتوقف على أن نكمل نقاط API لاحقا نقوم بتغطيتها نقاط delete edit و add اشتركوا في القناة